موقف هذا واحدنا رجل حليم ولده معه اسلم فمر عليه رجل يعني رجل يعني عصبي لأبعد الحدود فقال أنت حمار أكرمكم الله قال لا وهذا أكره في طريق فقال ولده ليه ما ردته ليه ولده عاد مستشيط ليه ما ردته ليه قال هو سألني قال لي أنت حمار قلت لا ما أنا بحمار وانتهى الوضع قال ولده لحك ما مقتنم فقال أنت حمار يعني الله كرمكم الله فرد عليه واستشاط بينهم الدخلوا ناس والرجل هذا الحكيم جاء وسحب ولده سل ولده من بينهم قال أنا قايل لك يا ابن حال كلمه ورد غطاها وقال لي أنت حمار قلت لا ما أنا بحمار وده الوضع قال لا ما ترد عليه قال لا ما أنا برده عليه شوف اللي يردوا عليه وانت من ضمنهم شوف كيف احتدم الأمر وربما حصل فيه قتل لا قدر الله سبحانه وتعالى فنرجع للمحور موضوعنا القصة هذه حصلت مع عمر بن عبد العزيز لما مر في المسجد وكان المسجد فيه ظلمة فمر وطى على قدم رجل كان نايم في المسجد فالرجل هذا من المطاق قال العمر بن عبد العزيز أحمارا أنت قال لا ومشي قال له اللي معه يقول لك وقال لا هو سألني أحمارا أنت قلت لا أنت جاوبت ومشي فإخواني التغافل هو أساس الأخلاق الحسن لأنك إذا تغافلت وتركت الأمور كلها أول شيء يكون عندك حسن ظن لأنك تغافلت إذا تغافلت عن أي موضوع خلص لأن التركيز على المواضيع هو اللي يبحث ويؤيد العدوى وش قصدهم قال كذا ليش هو قال كذا ليش هو جال هذا وما جالي أنا لكن لما تتقافل أنت وتترك هذا الأمر كله خلص أنت أنت بنفسك ترتاح وبنفس الوقت يحسن خلق الأمر الثاني مثل ما قال أخونا أبو روان أبو روان طبق التغافل في مسألة العكل المحترك تغافل عن الموضوع لكن لو كبره قال كل يوم أنت محرقتنا لكن كل يوم أنت مشويه كذا ما هي بول مرة كلمة من هنا وكلمة من هنا وتفكك تشرح كاملة صحيح تغافل في الموقف الثاني ومنها ما ردت الحرمة وليس ضعفا منه لا بل هي شجاعة صراحة مكرم التغافل من هو الذكاء أنك تتغافل لأن فرط صلى الله عليه وسلم بدوة حسنة مثل هذه الأشياء